مواد استهلاكية كثيرة تخضع لدعم الدولة كالزيت والسكر والطحين تكلف صندوق الدعم ما يفوق 700 مليون دولار سنويا رقم تضاعف عما كان قبل 2010 هذه المواد المدعمة وغيرها تغري كبار التجار لاحتكارها وتهريبها إلى الدول المجاورة أو استغلالها في صناعات لا تتمتع بالدعم الزوالي اللي يصور مسكين في 15 و20 ألف و10 ألاف لا يلقى الزيت لا يلقى السكر لا يلقى الحاجة اللي حتى يخدم بها الواحد الحلواني الفارينة والسنيد والكل الحاجات المدعمة تلقاهم معناه يبيعوهم بالقروب ورش حاجات المدعمة تلقاهم خبئة تمشي لو يقولك ليه أقزيما أنت هاجة شوف يعطيك زيت ولا ما يعطيكش بيقول كل يتسر بيمشي للسرونات وزارة التجارة تدرك أن تلاعب البعض بهذه المواد يجعلها مفقودة في معظم الأحيان لكن حمالات المراقبة وحدها لم تردع المحتكرين للمواد المدعمة التي لم تعد تصل إلى مستحقها المراقبة وحدها غير كافية بدون معناها معابة المجودة من قبل المستهلك في حداته وكذلك تدع إصلاحات إن شاء الله تكون معناها إن شاء الله مش نقوموا بها هي أننا مش نحدوا الحاجيات والمعناها الحقيقية للمستهلك ونرزدوا نعم نقوموا حتى بأبحاث معامقة لرزد المتلعبين هذوما بالمواد المدعمة هذه واستغلالها في غير أغراضها الفارق الكبير بين أسعار المواد المدعمة والمواد المعدة للأغراض الصناعية يسيل لعاب المحتكرين يتلاعبون بأسعارها فيبقى المواطن المحتاج للدعم ضحية تلك الممارسات أسباب كثيرة وراء نقص المواد الاستهلاكية المدعمة في السوق التونسية لعل أهمها تهريبها إلى دول الجوار واحتكارها من قبل كبار التجار ما يجعل الحكومة أمام تحدي آخر في ظل حربها على الفسد بالقسم القروع العربية تونس